الدورات القرآنية وأثرها في توعية الشباب عنوان محاضرة نظمها قسم الدعوة والإرشاد بهيئة علماء المسلمين وحضرها جمع من الشباب في دول عربية وإسلامية من آسيا وأفريقيا معنا اليوم أيها الإخوة ضيوف من مختلف دول العالم من العراقي ونيجيريا وبركينفاسو والصين وتركيا والفلبين جاءوا ليحضروا معنا في هذه الندوة المباركة حول مائدة القرآن الكريم الدورات القرآنية وأثرها في توعية الشباب جمعية المحافظة على القرآن الكريم أنموذجا في بداية محاضرته أوضح الدكتور أنور أبو دياك رئيس اللجنة التربوية في جمعية المحافظة على القرآن الكريم أهمية التركيز على القيم والمهارات في إعداد أجيال الناشئة على الخلق والسلوك القرآني قمنا بتطوير مناهج خاصة بمراكز تحفيظ القرآن تركز على القيم والمهارات تركز على القيم والمهارات لأننا عندما درسنا أوضاع المجتمع كان لدينا مناهج قديمة مناهج قديمة يعني تركز على العلوم الشرعية المباشرة يعني في مثلا تفسير في حديث في فقه تطرح من خلال المناهج فلما وجدنا لما نظرنا من الدراسات الحقيقة وجدنا أن الطلاب في هذه السن سن المدرسة يدرسون في مدارسهم الاعتيادية ويدرسون بعض هذه العلوم الشرعية في التربية الإسلامية في المدرسة هذه واحدة اثنين وجدنا أن الجيل والنشر في هذا الزمان يحتاج بالدرجة الأساسية إلى تعديل السلوك وأشار المحاضر إلى أن جمعيات المحافظة على القرآن الكريم تحرص على ربط الطالب بين المراكز القرآنية وأهالي الطلاب ولها مجالات عمل كالمجالس العلمية والإصدارات العلمية سعيا منها لخدمة كتاب الله فهما وتدبرا وحفظا حرصنا في هذه المناهج أن نربط الطالب بالمركز ويرتبط المركز مع الأهل ليقيم خلق الطالب وسلوكهم فهناك قائمة سلوكية يتابعها المركز مع الأهالي في البيت ليعرف منهم ما الذي تطور على سلوك الشاب المنتظم في جمعية المحافظة على القرآن الكريم هناك المجالس العلمية مجلس الشيخ فضل عباس رحمه الله تعالى هذا له مجلس علمي والمجلس يجتمع كل فترة من الزمن ويهتم بإرث وتراث الشيخ فضل عباس وأخرج للمجتمع والوجود تفسير الشيخ فضل عباس وطبعته الجمعية هذا أحد الإنجازات أيضا هذه أحد أدوات العمل التي تعمل فيها الجمعية المجالس العلمية أهل القرآن وخاصته أنعم الله عليهم بمزية ومنزلة رفيعة فهم الساعون في تعليم الناشئ على القيم القرآنية وإنتاج جيل قادر على التحلي بالأخلاق القرآنية ما يسهم في بناء المجتمعات على أسس وركائز متوازنة وسليمة ترجمة نانسي قنقر